يبدو أن وباء كورونا قد اتخذ بؤران جديدة في العالم أبو عيد تراجعه في بعض دول أوروبا وشرق آسيا ليبدأ بالتفشي بشكل كبير في دول أمريكا الشمالية والجنوبية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية مكانا جديدا لتفشي الوباء لا سيما المكسيك وبيرو والبرازيل التي سجلت ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات لتحتل المركز الثاني عالميا حيث لا تسبقها سوى الولايات المتحدة الأمريكية الإصابات في البرازيل قاربت نحو 350 ألفا حتى الآن في وقت ارتفع فيه عدد الوفيات جراء كورونا لأكثر من 22 ألفا لتتجاوز البلد اللاتيني الأكبر في القارة العديد من الدول الأوروبية مشكلة أحد أكبر بؤر الوباء في القارة والعالم في وقت يواجه فيه الرئيس البرازيلي جاير بولسنار انتقادات واسعة بسبب فشله في معالجة أزمة كورونا وما ترتب عليها من إغلاق وأزمة اقتصادية في البلاد دولة لاتينية أخرى سقطت في امتحان كورونا حيث ارتفع عدد الإصابات في دولة بيرو ليصل خلال الأيام الماضية لأكثر من 115 ألفا توفي منه أكثر من 3000 حيث تزيد الإصابات في سجون بيرو التي يعاني فيها المساجين من إهمال صحي أسفر عن تمرد في عدة سجون في وقت أعلنت فيه لحكومة البيروفية عن تمديد إجراءات الحجر الصحي والإغلاق للمرة الخمسة على التوالي بعد فشل السيطرة على كورونا وبالانتقال إلى أمريكا الشمالية دخلت المكسيك دومة الأعداد الكبيرة من إصابات كورونا حيث سجلت خلال الأيام الماضية ارتفاعا هائلا في الإصابات ليصل العدد الكلي لأكثر من 65 ألفا في وقت تجاوز فيه عدد الوفيات حاجز 7 ألاف